الأحداث بتتصاعد ما بين دولة إيران وما بين الكيان الإسرائيلي المحتل منذ ساعات قليلة أعلنت دولة إيران عن تفجير شبكة أنابيب الغاز الرئيسية اللي بتصل بين عدة مدن رئيسية وبعضها في نفس التوقيت اللي احنا فجئنا فيه بأن دولة إيران ردت على الكلام ده بإعلانها عن منظومة أسلحة جديدة متطورة بشكل غير عادي أعلنتها للعالم وأعلنتها لكل القوى الغربية اللي بتحاول أن هي تضمرها منذ عقود طويلة إلا أن كل هذه الجهود باقت بالفشل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم محمد عبداليادي من قناة مصر دايما على طول المواجهات والصدمات ما بين دولة إيران والكيان الإسرائيلي مستمرة مستمرة منذ سنوات طويلة جدا لأن الكيان الإسرائيلي وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتدفع عن مصلحة الكيان الإسرائيلي في المنطقة الكيان الإسرائيلي بيعتبر أن دولة إيران هي التهديد الرئيسي لها بالإضافة إلى طبعا دولة سورية زائد المقاومة الفلسطينية فهو بيعتبر دولة إيران بمثابة الخطر الحقيقي في قلب منطقة الشرق الأوسط حصلت صدمات كثيرة جدا ما بين الطرفين ما بين دولة إيران وما بين الكيان الإسرائيلي بعد اللي جاني الإلكترونية دايما لما نكشف السطرة عن تطورات الوضع في قلب دولة إيران وبنقول أن القوة الإيرانية قوة حقيقية ومكسب كبر جدا للمنطقة العربية فبيهجمونا ويقولوا هي من أمتى دولة إيران حربة الكيان الإسرائيلي طبعا الناس اللي زائدية ما بتقراش أو ملهاش في التحليلات أو أنها أساسا بتتجاهل الوضع لأن قوة المقاومة الموجهة ضد الكيان الإسرائيلي تعتبر بمثابة مقاومة منطلقة من قلب إيران سواء إذا كانت إيران بتعترف أو لم تعترف وبالتالي هي قوة المقاومة الموجودة عند سيادتك مدعومة من مين غير دولة إيران هذه هي واحدة الحاجة الثانية بعض الناس أيضا بتدعي أن دولة إيران بتنفذ أجندة الكهن الإسرائيلي في المنطقة وليس أدل على ذلك من الحصار الغربي المفروض على دولة إيران والصدمات المتتالية شوفوا حضراتكم اللي حصل منذ ساعات قليلة معروف قبل بس ما نركز على النقطة اللي حصلت بالأمس إن معروف إن في حروب ومواجهات ما بين دولة إيران والكيان الإسرائيلي من بينها قيام الكيان الإسرائيلي بشن هجمات على برامج إيران النووية والبرامج الصاروخية وطبعا إيران بتؤكد ذلك إلا أن الكيان الإسرائيلي بيحاول أن هو ما يعترفش بذلك اللي حصل حضراتكم منذ ديسمبر عشرين تلاتة وعشرين أعلنت دولة إيران عن إعدام خمسة اتهمتهم بأن هم مخربون ولهم صلاة بجهاز المخابرات الإسرائيلي اللي هو الموساد في حرب خفية مستمرة منذ عقود طويلة خمسة زبطتهم بيتم التعامل أو بيقوموا بالتعامل مع جهاز الموساد الإسرائيلي تم إعدامهم بعد محاكمات استمرت فترة طويلة دولة طبعا متورطين في عمليات إرهابية تمت في قلب دولة إيران وفي ضد المصالح الإيرانية بالأمس السلطات الإيرانية أعلنت تعرض شبكة أنابيب الغاز الرئيسية اللي بتربط ما بين جنوب وشمال البلاد اتعرضوا لانفجارين ووصفت إيران الانفجارات دي بأن هي بمثابة عمل تخريبي إرهابي دون أن تعلن عن الجهة الفاعلة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى اللحظة الراهنة الانفجارات اللي حصلت في قلب إيران ما فيش أي جهة أعلنت عن مسؤوليتها بخصوصها وزير النفط الإيراني جواد أوجي قال إن في عمل تخريبي بيقف وراء الانفجارين اللي تعرضت ليهم شبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية اللي بتربط ما بين الجنوب والشمال في إيران وقال أوجي للتلفزيون الإيراني الرسمي وقع هذا العمل التخريبي الإرهابي في شبكة خطوط نقل الغاز الوطنية في موقعين بالبلاد وأضاف توقعنا حدوث مثل هذه الأعمال التخريبية مع حلول ذكرى الصورة الإيرانية في 11 فبراير وسرعان ما أجرينا تغييرات في شبكة نقل الغاز لمواجهة هدف العدو المتمثل في إحداث انقطاعات للغاز عن الأقليم الكبرى إحنا كنا جاهزين لكل الأعمال التخريبية ديت فنجحنا في أن نتغلب عليهم بشكل سريع جدا ولم يحدث ثمة انقطاع في الغاز ده اللي حصل تفتكروا حضراتكم مين وراء الأعمال الإرهابية ديت المستفيد دايما نحن نقول إذا حدثت الجريمة فاتش عن المستفيد الصدمات ما بين جهاز الموساد الإسرائيلي وما بين الدولة الإيرانية منذ عقود طويلة حزم العقوبات المتتالية في مواجهة دولة إيران في ذات الوقت التحركات الإيرانية على الساحة في قلب منطقة الشرق الأوسط ونجحها في إحداث تقارب مع دول المنطقة في نفس التوقيت اللي المملكة العربية السعودية تقاربت مع دولة إيران وإيران تقاربت مع تركيا وإيران تقاربت مع الدولة المصرية ودول المنطقة النتيجة ساعدتك دولة إيران نجحت في أن هي ترجع علاقتها مرة أخرى بدول المنطقة في ذات الوقت اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتفقد نفوزها وهيمنتها على المنطقة بتحاول بقدر الإمكان أن هي ترجع الهيمنة دي مرة أخرى إلا أنها طبعا لم تحقق النتائج المرجوة من ساعدتك مستفيد من الأعمال التخريبية دي غير الكيان الإسرائيلي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان أفضل رصد بالنسبة للدولة الإيرانية أن هي كشفت عن أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع شفت الروعة شفت الجمال دولة إيران نجحت في أن هي تصنع صاروخ باليستي عابر للقراط فرط صوتي أعلى من سرعة الصوت بتصنيع محلي دولة إيران شفت الروعة طبعا كانت الوكالة الدولية للطاقة الزرية كانت أعلنت قبل كده أن دولة إيران نجحت في أن هي تقوم بتخصيب اليورانيوم بمعدل من ستين لثمانين في المية وإنت سيادتك عشان تصنع القنبلة النووية أنت محتاج درجة التخصيب دي وبدأت تدق أجراس الخطر إلحقه دولة إيران على وشك أن هي تصنع قنبلة نووية إلا أن دولة إيران قالت لا يا جماعة طبعا التخصيب ده من أجل الاستخدامات السلمية فقط لا غير نفس اللي عملته دول نووية حالية إحنا بنستخدم البرنامج النووي بتاعنا من أجل الاستخدامات السلمية فقط فانت بتحاصر دولة إيران إلا أن دولة إيران تحقق قفزات عسكرية قوية جدا يا دوبك الدول الغربية ما فقيتش من صدمة تصناع المسيرات الإيرانية اللي أثبتت فاعلية على الساحة فجئنا بأن الوكالة الدولية للطاقة الزرية بتعلن الحقائق الصادمة بتاعتها ثم بالأمس إيران كشفت عن أول صاروخ باليستي فارتصوتي محلي الصانع وقد أزيح السطار عن المنظومتين الصاروخيتين طبعا بالأمس بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني وقد أوضحت دولة إيران أن منظومة أرمان اللي هي منظومة الصواريخ الفارتصوتية يمكنها مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومتر في حين أن منظومة أزرخش يمكنها تحديد الأهداف وتدمرها بمدى يصل إلى 50 كيلومتر مع أربعة صواريخ جاهزة للانطلاق تقدر أن هي تواجه عدة أهداف دفع واحدة أسرع من الصوت ده بداية التصناع المحلي للصواريخ فارت الصوتية شفت الروعة هو ده كان أفضل رد من قبل دولة إيران على ذلك الذي حدث ما بين إيران والكيان الإسرائيلي تساعد خطير إسرائيل هجمت أنابيب غاز رئيسية في إيران إيران عمل تخريبه وراء انفجارين استهدفها شبكة غاز رئيسية إيران تندد بعمل تخريبه وإرهاب طال شبكة توزيع الغاز في انفجارين أداية لانقطاع الإمدادات إيران تكشف النقاب عن أسلحة دفاع الجوي جديدة محلية الصنع طبعا شيء طيب شيء جميل جدا بصراحة ربنا إحنا بنثني عليه ودايما بنؤكد أن القوة الإيرانية بمثابة إضافة للقوة العربية وقوة العالم الإسلامي تتفق تختلف إلا أن ذلك هو الواقع أراكم على خير